موسيقى السلام عليكم ورحمة الله لما كانت الدنيا مرحلة إلى الآخرة يبتلى فيها المرء لتنظر أعماله فيجازى عليها يوم القيامة كان لزاماً على المسلم العاقل أن يتحرى في دنياه كل ما يعينه على تحصيل السعادة في أخراه وأهم معين وأولى نصير هو الصاحب الصالح الذي يدعو لك في سره ويحفظك شاهداً وغائباً فهذا هو البر وبمصاحبة مثله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تصاحب إلا مؤمناً رواه أبو داود وهو حديث حسن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً لن تجد عوناً لك على أمر الدنيا والآخرة خيراً من زوج صالحة ولن تجد عوناً لك على أمر الدنيا والآخرة خيراً من زوج صالحة كثير منا يحفظ ذلك النص الذي يحكي عن صفات الزوجة الصالحة ولكن كثيراً منا أغفل ما ينبغي توافره من الصفات في الزوج الصالحة الذي أقصده لنكن عادلين فلا ينبغي أن يكون حرصنا على صلاح زوجاتنا أقل من حرصنا على صلاح أنفسنا فالوصية النبوية لم تقتصر على صلاح النساء بل ركزت أيضاً على عاملين مهمين ينبغي توافرهما في من نرتضيه زوجاً لبناتنا فعن أبي حاتم المزني قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الحديث أخرجه الترمذي الدين والخلق أنعم بمن توافر فيه فمثله أمين على بنات الناس يقول رب العالمين جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحة التي يظن فيها أن تحفظ نفسها وعرضها في حضور زوجها وفي مغيبه وفي صغير رعيتها وفي كبيرهم وهي التي تتحلى بالخلق الحسن والأدب الرفيع فلا يعرف منها بذاءة لسان ولا خبث جنان ولا سوء عشرة بل تتحلى بالطيب والنقاء والصفاء وتتزين بحسن الخطاب ولطف المعاملة وأهم من ذلك كله أنها تتقبل النصيحة وتستمع إليها بقلبها وعقلها ولا تكون من اللواتي اعتدن الجدال والمراء والكبرياء وهي التي تحافظ على صلاتها فلا تضيعها بشغل البيت الذي لا ينتهي أصلا فهي من حيث لا تشعر يمر عمرها في تزين بيتها وتجميله والانشغال به وتنسى علاقتها بخالقها جل وعلا والزوج هو الآخر ذلك الراعي الذي تراقبه عيون أولاده فإن أحسن أحسنوا وإن أساء أساءوا وقد رأينا جميعا صغارا يعرفون من بذيء الكلام وسيئه ما لا يعرفه كبار وما ذاك إلا لأنهم يسمعون أباهم ينطق به فطفلك في البيت مرآتك فأحسن تنقيتها لكي ترى بأحسن صورة لا لأجل أن يقول الناس فلان حسن أو يعرف أن يربي أولاده ولكن هذا ما ينبغي أن يكون عليه كل عاقل أنتم أيها الزوجان سكن لبعضكما فلا تعبث بصف عيشكم الليالي وتداركوا وقوموا وقووا العلاقة فرب زوج تفارقينه وددت لو أنك صبرت عليها ورب زوجة تفارقها تود لو أنك صبرت عليها تعاونوا على لأواء العيش وصعوبته فنحن والله اليوم نمر بمحنة وعسى الله أن يقلبها منها ولا تيأسوا في أول الطريق وفي المثل عند الصباح يحمد القوم السراء ولهذا المثل قصة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله لكي يظهر مقصودي من ذكر هذا المثل هنا يقول ربنا جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كلمتان مودة ورحمة كلمتان معجزتان أحاطتا بالحياة الزوجية من جميع أطرافها كتب إلي أحد الفضلاء رسالة حول هذه الآية قال فيها لا أكتمك سرا أنني حرت زمنا في اكتشاف سر هذا الجمع القرآني بين المودة والرحمة ولطالما سمعت الخطباء والمتكلمين يتحدثون في مناسبات الأعراس عن هذه الآية ويمرون بهاتين الكلمتين مرورا عابرا لا يستكنه شيئا من أسرار ذكر هاتين الكلمتين والجمع بينهما ومعنى لا يستكنه يعني لا يبين كنها الشيء وجوهره وحقيقة الموضوع الذي نريد الحديث عنه يقول هذا الذي هو أحد الفضلاء يقول واستعنت بما لدي من كتب اللغة والتفسير فلم أهتد إلى ما يروي ضمئي بوضع الكلمتين في نصابهما الصحيح وخير ما وقفت عليه من التفريق بين المودة والرحمة من أقوال السلف قول السدي المودة المحبة والرحمة الشفقة يقول الشيخ الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله فإن المودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة والأخوة والرحمة وحدها آصرة أيضا منها الأبوة والبنوة فما ظنكم بالزوجية هذه الآصرة التي جمعت الأمرين وكانت بجعل الله تعالى وما كان بجعل الله تعالى فهو في أقصى درجات الإتقان جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فالزوجان يكونان قبل زواجهما متجاهلين لا يعرف بعضهما الآخر فيصبحان بعد الزواج متحابين وجعل بينهما رحمة فهما قبل الزواج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعد الزواج متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل وما يتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية آيات عدة حينما عبرت عن قضية الزواج عندما قالت إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجعل بينكم مودة ومحبة وصلة روحية قوية قد تفوق في غالب الأحيان صلتك بأقرب الناس إليك والشرع الشريف يلاحظ هذا جيدا في تقدير الميراث والنفقات والمخالطة الخاصة بين الزوجين والإصرار إلى الزوجات بذات الصدور وجعل بينكم رحمة وشفقة وعطفا عميقا ليس مصدره الغريزة الجنسية والاتصال المادي بل مبعثه اختلاط الأرواح واتصال النفوس والاجتماع لغرض واحد وبناء عش الزوجية على أسس كريمة ودعائم قويمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم اضفر بذات الدين تربت يداك معنى تربت يداك يعني التصقت بالتراب وهي جملة يستخدمها العرب للحث على الشيء والحض عليه ليكن خيارك من تسكن نفسك برؤيتها ويرضى قلبك بحضورها فتملأ عليك منزلك ودنياك سعة وفرحا وسرورا وأنت اختار من الرجال من يغلب على ظنك أنه عدة ليوم الحاجة وسند عند نزول مصيبة كريم النفس مسامح الكمال غير موجود فلا نكن مثاليين فالواقع يحكي شيئا ونحن نتمنى غيره وكم رأينا من الشباب من قال لا أتزوج إلا من كانت كذا وكذا فلما ضاق به الزمن وقلت أمامه الخيارات سارع فاختار قائلا شر لا بد منه وأخطأ في مقولته وما هي إلا من جهله فكم رجل تزوج بنتا لا يعرفها وجمع الله بينهما على خير اغفر بذات الدين والخلق التي تقوم بما أوجب الله عليها من عبادته وطاعتك أنت فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله رواه ابن ماجا وكم من بنت قالت لا أتزوج من الرجال إلا كذا وكذا ومالت إحداهن إلى ذي مال ربما ربحت مالا ولكنها خسرت حياتها فلا هو رجل يحترمها ويعزها ولا المال بالذي يبقى فإنه كما ينسب إلى أبي طالب ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة إن الصالحة هي التي تسارع إلى طلب مرضات زوجها إذا أغضبه شيء منها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال ودود ولود ودود إذا غضبت أو أسيئ إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى رواه الطبراني وإن الصالحة هو الذي يسارع إلى إكرامها والإحسان إليها أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لمسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخدمنه ويخدمن ضيوفه بل هذه أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة طحنت بالرحى وحملت الماء حتى تقطعت يداها رضي الله عنها واخشوشنت رضي الله عنها وعن زوجها وصلى الله على أبيها ولما كان أغلب الرجال مشغولين بالكسب كانت رعاية الأولاد وتربيتهم تربية صالحة مسؤولية الزوجة فتنشئهم على العبادات وسائر الأخلاق الفاضلات وإذا فرطت في ذلك فقد توعد الله كل من فرط فيما استرعاه عليه بالحرمان من دخول الجنة ففي صحيح مسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وهذا الوعيد يشمل الرجال أيضا أولئك الذين يفرطون في رعيتهم لانشغالهم بملذاتهم المباحة أو المحرمة أحيانا وإن من العيب الجسيم أن ينشر الرجل أسرار بيته بين أصحابه وجلسائه يتندر بذلك ولعل بعضكم يذكر البذيء من القول وهذا من مسقطات المرؤة ومن انعدام الحياء وقد ورد في صحيح مسلم إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها يعني يكون بينهما ما أحله الله لهما ثم ينشر أحدهما سر صاحبه وكم كان نشر هذه الأسرار سببا لخراب بيوت كانت معمورة لا تستنكف من مساعدة زوجتك في عمل بيتها فليس بيتك موضعا لإظهار عزتك وعظيم مكانتك فقد كان من هو خير مني ومنك ومنا جميعا صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته ألين الناس وأكرم الناس كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما وما كان إلا بشرا من البشر كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما عليه صلاة ربي وسلامه عند الصباح يحمد القوم السراء قصة هذا المثل العربي الشهير أنه في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه تجهز الروم لحرب المسلمين وقام هيرقلو وأمر بخروج الجيوش الرومية فرقة فرقة في مقابلة كل أمير من المسلمين بجيش كثيف فبعث إلى عمر بن العاص قائدا في تسعين ألفا من المقاتلة وبعث قائدا إلى ناحية يزيد بن أبي سفيان فعسكر في خمسين ألفا أو ستين ألفا وبعث قائدا إلى شرحبيل بن حسنة وبعث قائدا في ستين ألفا إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين أما عسكر الإسلام فكان جميعه إحدى وعشرين ألفا سوى الجيش الذي كان مع كرمة بن أبي جهل وكان واقفا في طرف الشام في ستة آلاف عند ذلك كتب الأمراء إلى أبي بكر يعلمونه بما وقع وأن الأمر عظيم فكتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا ولقوا جنود المشركين فأنتم أنصار الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفره ولن يؤتى مثلكم من قلة ولكن تؤتون من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها وليصلي كل رجل منكم بأصحابه الصلاة الوصية فيها حتى في الحروب لا يغفل هذا الأمر أبدا في الوقت ذاته كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو بالعراق أن يأتي إلى الشام مسرعا فيكون الأميرة على كل من بالشام فإذا فرغ عاد إلى العراق ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمرائه من الاجتماع بعث إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع العطن واسع المضطرد ضيق المهرب وجعل على الناس أخاه أميرا وعندما بلغ الكتاب خالد بن الوليد رضي الله عنه أسرع خالد فاستناب المثن بن حارثة الشيبان على العراق وسار خالد مسرعا إلى الشام في تسعة آلاف وخمسمائة معه دليله رافع بن عميرة الطائي سلك أراضي لم يستكها قبله أحد هنا تأتي قصة المثل فتجاوز المفاوز المفاوز جمع مفازة وهذا من باب تسمية الشيء بضده والأصل أنها مهلكة ولكن سميت مفازة تفاؤلا بالفوز منها والنجاة كما يسمى الأعمى عند العرب بصيرا وكما يسمى العرب الأعرج سليما هكذا كان ذوق العرب المهم سار خالد يصل ليله بنهاره قطع الأودية وصعد على الجبال وجعل رافع يدلهم في مسيرهم على الطريق وهو في مفاوز معطشة فعطش النوقة وسقاها الماء حتى امتلأت بطونها وعقد مشافرها حتى لا تجتر فتشرب الذي في بطونها فلما فقدوا الماء نحرها فشربوا ما في أجوافها من الماء وأكلوا لحمها وهكذا وصل خالد في خمسة أيام فخرج على الروم من ناحية تدمر كان بعض العرب قد قال له في هذا المسير والسفر إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك وإن لم تدركها هلكت أنت ومن معك فسار خالد بمن معه رغم اعتراض بعض من معه قالوا هذه أرض مهلكة وإن حمل المسلمين على السير فيها قد لا تحمد عقباه ولكن خالد رأى أن الحال بالشام لا يحتمل تأخيرا فسار وسروا كلهم ليلا طويلا حتى أصبحوا عند الشجرة فكبر خالد بن الوليد وكبروا معه وحينها قال خالد رضي الله عنه عند الصباح يحمد القوم السرى يعني ما تعبوا من السير بالليل سيحمدونه صباحا عندما يصلون إلى مرادهم وغايتهم فذهبت هذه الكلمة مثلا لمن يدرك غايته بعد شدة وطول معاناة وصبر ومقصود بهذا المثل أن يصبر الزوجان على بعضهما فلا يهدمان بيتهما عند أول مصيبة أو معضلة أو شدة يمران بها سيما إذا كان عندهما طفل أو أكثر فالصغار لا ذنب لهم ليتحملوا ضريبة أخطاء شخصين اجتمعوا عندما رغبوا وافترقوا عندما غضبوا أو غضب أحدهما واختار الفراق عنادا فالله الله في بيوتكم لا تدعوا سوس الطلاق ينخرها واتقوا الله في أطفالكم ومما يرد من الأسئلة سائل يقول أنا طبيب جراح وأدخل صالة العمليات وبعض العمليات تستغرق وقتي صلاة أحيانا وإن تركت المريضة فإنه يموت فماذا علي في هذه الحالة؟ والجواب الصلاة فرض ولم يسقطها الشارع عن أحد حتى في الحرب فرضها على المقاتلين أثناء المعركة ولا يمكن أن تكون حالك كحال المقاتل في المعركة لذا عليك أن تصلي على أي هيئة استطعت ولو بالإيماء بالركوع والسجود وسائل آخر يسأل فيقول أنا أعمل قصابا وأصبت بجرح في واحد من أعضاء الوضوء فكيف أتبضى؟ والجواب الجواب لا يختص بالقصاب وحده بل يشمل القصاب وكل من أصابه جرح في يده إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفا فالواجب حينئذ غسله بالماء إن أمكن غسله ولم يكن الغسل له ضارا بشهادة الأطباء فإن كان الغسل بالماء يضره ولكن أمكن مسحه فالواجب مسحه فإن تعذر مسحه فإنه يبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم بدلا عن هذا العضو الجريح وإما أن يكون على الجرح لصوق أو رباط مثلا فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح من بدنه ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا ينتهي لقاؤنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته